اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حوار الأسبوع حوارنا لهذا اليوم مع الأستاذ إبراهيم بن ناصر المعطش الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية في المملكة حياك الله أستاذ إبراهيم يا أهلا حياك الله أخو يعطي وأهلا بقناة C-MBC العربية أهلا بك اليوم أستاذ إبراهيم المسؤولية الاجتماعية ما هي المسؤولية الاجتماعية وهل هي متواجدة بشكل حديث أو بشكل أقدم ربما في السوق السعودي الحقيقة مفهوم المسؤولية الاجتماعية CSR هو باختصار شديد وبدون تعقيد ما تقدمه الشركات والبنوك والقطاع الخاص كل ما يقدم من أجل تنمية المجتمع بدون أرباح أو فوائد يعتبر مسؤولية اجتماعية ولكن المسؤولية الاجتماعية بمفهومه العام كل ما يقدم بدون البحث عن مردود لهذا العمل المقدم هو موجود الحقيقة المسؤولية الاجتماعية موجودة منذ القدم ولكن بمفاهيم أخرى تندرج بعض الحيان تحت مسمى العمل الخيري لأنه بعض الحيان ما يكون عمل مستدام لكن المسؤولية الاجتماعية مرتبطة أغلبها أو أهميتها في الاستدامة طيب كيف ترى اليوم وعي الشركات بشكل عام بموضوع المسؤولية الاجتماعية وخاصة أنه نشوف اليوم أحيانا شركات كثيرة كبيرة وما هي مدرجة وحتى يمكن مو معروفة بالسوق لكن بأرباحها كبيرة رأس مالها كبير ولكن برامج المسؤولية الاجتماعية فيها أقل المسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في تقدم جدا والحقيقة أن المملكة العربية السعودية حققت مراكز متقدمة عالمية في الأونها الأخيرة تقدمت ست مراتب عالمية في مجال المسؤولية الاجتماعية بسبب التنظيمات الجديدة في هذا الشهر الحقيقة أن الواقع المسؤولية الاجتماعية الواقع والمأمول الواقع أنه فيه تقدم جدا رائع ومميز ولكن المأمول أكبر من الموجود في السوق لكن الحقيقة أن هناك وعي كبير من القطاع الخاص من أجل تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية هناك بعض الإشكالية تكمن في مفهوم بعض القطاعات أو بعض الشركات أو البنوك حتى للمسؤولية الاجتماعية طريقة تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية الخلط ما بين برامج المسؤولية الاجتماعية وبين برامج العمل الخيري هناك ارتباط مثلاً أو أحياناً عدم تمييز بين العمل الوقفي أو الخيري أو القطاع غير الثالث أو غير ربحي صحيح وبين برامج المسؤولية الاجتماعية هناك خلط برامج المسؤولية الاجتماعية مرتبطة بالاستدامة بينما البرامج الخيرية أو برامج الأوقاف هي تعتمد على ما يقدم في هذا الشيء بدون استدامة يعني لا نرجو من وراءه يكون فيه استدامة بعيدة المدى برامج المسؤولية من أهم صفاتها الاستدامة من أجل أن الاستفادة تكون مستمرة طيب برأيك وش السبب اللي يخلي بعض مثل هذه الشركات الكبرى أنه لا تقدم برامج مسؤولية اجتماعية أو لا تفكر فيها مع أنه هي تحقق أرباح كبيرة من الاقتصاد ومن المجتمع لعدم وجود المنظم والمظلة الرسمية للمسؤولية الاجتماعية حالياً في المملكة العربية السعودية ما يوجد في المملكة حالياً هي مجرد اجتهادات ولكن في المستقبل بإذن الله القريب يكون فيه تنظيم أعلى لكن لا يوجد حتى المحفزات لا زالت يعني أقل من المطلوب ليست إلزامية المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص ليست إلزامية لا زالت هي مبادرات تقدم من هذه القطاعات بعض الأحيان بعض الجهات في القطاع الخاص يعني تؤمن بأن المسؤولية الاجتماعية ذات أهمية لأسباب كثيرة لذلك يتم تفعيلها على أعلى مستوى في هذه الجهة وبعض الأحيان بعض القطاعات المسؤولين فيها لا يرون أن برامج المسؤولية الاجتماعية ذات أهمية لذلك ما يقول لها يعني بالولي كلهم حضور في هذا الموضوع لكن أتوقع في السنوات القادمة في تغيير في هذا الموضوع لأن البرامج المسؤولية ستدخل في موضوع الحوكمة للقطاعات فتغير هذا النظام تماما بإذن الله طيب يعني كم تمثل خلوا نقول نسبة المسؤولية الاجتماعية الإيجابية والجيدة بالنسبة للشركات كمعدل عالمي أو هنا في المملكة يعني خلينا أقول لك بعض الشركات يعني تسمح لي أنه ما يعرفون كم لازم ينفقون يمكن أنا أربح مليون بالسنة أو مئة مليون ما أدري كم لازم أدفع ممتاز جدا الحقيقة أنه يختلف من قطاع القطاع بعض القطاعات تضع نسبة يعني من نسبة الأرباح أو صافي الأرباح مسؤولية اجتماعية يعني بعض البنوك حاطة 1% من نسبة الربح بس 1% يعتبر رقم كبير يعني بعض البنوك حاطة 4% و 3% لبرامج المسؤولية الاجتماعية بعض الشركات حاطة مبالغ معينة تبدأ من بداية السنة يتم صرفها إلى يعني ما بين بداية السنة إلى نهاية السنة ولكن خلينا أقول لك حجم المبالغ المدارة في المسؤولية الاجتماعية يعني قبل كورونا نتكلم يمكن ما يقارب مليار ريال بعد كورونا أو في كورونا خف الموضوع لأنها توجهة تغير موضوع النظام المسؤولي الاجتماعي لأسباب كثيرة لكن بعد كورونا اللي هو عشرين واثنين وعشرين أنا أتوقع يعني ما في حصائيات واضحة لكن أنا أتوقع أنها قريبة من المليار عشرين وثلاثة وعشرين أنا أتوقع أنها فوق المليار بمسبة جيدة كحجم مبالغ تدار في المسؤولي الاجتماعي من قبل القطاع الخاص هل تشوفون القطاع البنكي اليوم يعني ما يقدموا في المسؤولي الاجتماعي كافي؟ كلمة كافي لا ليس كافي هل هو يعني يبشر بخير؟ نعم يبشر خير عنده مهتمام كبير في دعم برامج المسؤولي والحقيقة على فكرة قطاع البنكي قائد مهم لبرامج المسؤولي الاجتماعي هو داعم لها بالإضافة إلى رأس الهرب أرامكو وسابك ثم بعدها القطاع البنكي بعدها تجي قطاعات الاتصالات الحقيقة داعمة رائعة أو مميزة لبرامج المسؤولي الاجتماعي وبعدها يعني مختلف الشركات ولكن البنوك لهم جهود اللي يكمن في موضوع البنوك يكمن في إشكالتين يعني عدم استيعابهم لمفاهيم المسؤولي الاجتماعي وليس كلهم بعضهم يعني جزء منهم ما يستوعب كيف ممكن يقدم هذا المبالغ في المسؤولي الاجتماعي لكي يكون لها استدامة الشيء الآخر عدم وجود متخصصين في المسؤولي الاجتماعي وهذه إشكالية نقع فيها كيف يعني ما عندهم مثل قسم المسؤولي الاجتماعي ممتاز ما عندهم قسم بعض الأحيان نكتشف أن قسم العلاقات العامة والإعلام أو الاتصال المؤسسي هو من يدير منظومة المسؤولي الاجتماعي كيف يدير يعني قسم إعلامي أو قسم العلاقات العامة نعم لأنها تندرج تحت إدارة العلاقات والإعلام أو تندرج تحت الاتصال المؤسسي إدارة المسؤولي الاجتماعي بعض الأحيان نجد في بعض البنوك ناس متخصصين الحقيقة ويتم استقطاب أسماء مهمة من أجل إدارة هذه من أجل هذه الإدارة ولكن بعض البنوك لا يعتبر أنها جزء من العلاقات العامة والإعلام أو الاتصال المؤسسي ويتعامل معها على هذا الأساس بصراحة بقى يعني وش أبرز البنوك الموجودة في القطاع خلنا نقول البنكي اللي هي تقدم برامج مسؤولية أكثر أو يعني ضمن هذا القطاع هي الأفضل الحقيقة البنك الأهلي بنك البلاد بنك الجزيرة البنك العربي بنك الرياض جدا يعني وجود أستاذ طارق السدحان يعني تغير الموضوع جدا جدا بالإضافة إلى البنك العربي زي ما كنتم تقدم جدا ومتغير في موضوع المسؤولية وبنك الاستثمار قادم بقوة في موضوع المسؤولية الاجتماعية طيب الشركات أو الجهات الأخرى مثل أرامكو وش تصنيفها بين هذه القطاعات من حيث تقديم يعني برامج المسؤولية الاجتماعية نمبر اول أرامكو رقم واحد في المسؤولية الاجتماعية كيف؟ لأنها تمارس تمارس عملية المسؤولية الاجتماعية منذ القدم يبدو أنها يعني من نشأتها وهي تمارس هذا الشيء لذلك هي تمرس في كل تفاصيل عملها يعني مع الموظفين مع أسر الموظفين مع المجتمع يبدو لي أن بسبب أرامكو عندها تقدم عالي جدا في مفهوم المسؤولية الاجتماعية لذلك ترى أثر أرامكو على مجتمع المنطقة الشرقية في كل تفاصيلها طيب القطاعات الأخرى مثل قطاع المواد الأساسية ذكرت سابقاً يعني هذه الشركات اللي كانت هي شركات كبرى وتأسست يمكن من السبعينات والثمانينات شركات قديمة أيضاً كيف تشوف يعني اهتمامها بالمسؤولية الاجتماعية فيه شركات يعني مهتمة في المسؤولية الاجتماعية ولكن الحقيقة لا تنافس القطاع البنكي يعني بعد أرامكو سابق القطاع البنكي بلا جدال يعني الحقيقة الشركات الأخرى لها مبادرات ولكنها غير مؤثرة مثل القطاع البنكي يعني تأثيرها طيب الجوانب الأخرى أو القطاعات الأخرى ويمكن أبرزها قطاع الاتصالات تحدثنا عن قطاع البنكي الطاقة المواد الأساسية والبتروكيمويات الاتصالات اليوم كيف تشوف أيضاً مع زيادة حتى عدد الشركات في هذا المجال نعم يعني في السعودية ما فيه اللي يعرفهم ثلاث إلى أربع شركات وفي شركات اللي أضيفت نعم لكن الاستيسي هي من تقود عملية القائد مهم في المسؤولة الاجتماعية في منظومة المسؤولية بشكل عام ومنافسة قوية على الصفوف الأولى بقية الشركات تقدم مجموعة مبادرات ولكنها أقل من المأمول وأقل من المطلوب الحقيقة أشكرك على هذه الصراحة ومشاهدين اسمحوا لي أن أستوقفكم في هذا الفاصل ومن ثم نعود استكمال هذه الحلقة أهلاً بكم مشاهدين الكرام لاستكمال الجزء الثاني من هذه الحلقة والتي نتحدث فيها مع الأستاذ إبراهيم المعطش الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية اليوم كنا نتحدث في الجزء الأول أستاذ إبراهيم عن الشركات الأبرز يمكن في قطاع المسؤولية الاجتماعية بالمملكة اليوم هذه البرامج المسؤولية الاجتماعية ما مدى تأثيرها حقيقة اليوم على المجتمع ونحن شاهدنا كثير من القطاعات يمكن المرتبطة أيضاً بالمسؤولية الاجتماعية أو شقيقة لها مثل قطاع غير ربحي كيف كان دورها في كورونا كيف ساعدت المجتمع كيف دعمت المجتمع الحقيقة أن البرامج المسؤولية الاجتماعية في الشركات والقطاع الخاص ساهم بحراك كبير في دعم القطاع الغير ربحي على جميع مستوياتها بالإضافة إلى بعض القطاعات الأخرى قطاع التعليم قطاع التدريب والتأهيل كان له نصيب وافي في موضوع برامج المسؤولية الاجتماعية قطاع حتى الفئات الخاصة الأيتام ذوي الإعاقة يعني يمكن الأسر المتعففة الأسر المنتجة وكذا كان لهم استفادوا من برامج المسؤولية الاجتماعية في الشركات والمؤسسات أو بشكل عام القطاع الخاص استفادة عالية المستوى وزي ما ذكرت يا أخي عطا أنه كان لهم أثر كبير في موضوع كورونا دعم صندوق الصحي وقتها كان أغلب الداعمين أو كلهم كلهم من القطاع الخاص ومن الشركات ومؤسسات والبنوك يعني ساهم وفيه ساهمات جدا فعالة لكن الحقيقة بشكل عام فعلا لهم بصمة في موضوع الاستدامة لعدد من الجمعيات والعامل فيها هذه الآثار الإيجابية تستلزم يعني يمكن عمل أكثر لإلزام هذه ربما الشركات والقطاع الخاص بأنه فعلا يفعل برامج المسؤولية الاجتماعية أو ينشئ إذا ما كان عنده برامج في هذا الشام من خلال رؤيتكم ما هي أبرز الأمور التي يمكن أن تدعم حقيقة وضع إلزام للشركات يعني كل الشركات الكبرى أكيد الشركات الصغيرة التي تستطيع بتأكيد يمكن أنها غير مشمولة في هذا الحديث أنا أعتقد الموضوع الحوكمة في الآونة الأخيرة ساهم بشكل كبير في إجبار دعنا نسميها إجبار أو إلزام هذه القطاعات من أجل تفعيل برامج المسؤولية لأنها لازم يتضمن الحوكمة تتضمن مجموعة من برامج المسؤولية الاجتماعية يعني بدون عوائد لخدمة المجتمع ولكن في نقطة خلاف بين الجميع في عملية هل يتم إلزام القطاع الخاص أم تمكينه ما بين المحفزات يعني إيجاد محفزات من أجل عمل برامج المسؤولية الاجتماعية لم يحسم هذا الموقف هل هو إلزام أم ممكنات ومحفزات وش اللي حاصل هل في قوانين تلزم الشركة لا يوجد قوانين ملزمة حقيقة حتى في عالميا ولكن الحوكمة العالمية يمكن تكون أشد يعني من الموجودة عندنا حاليا لذلك تلزمهم بأنه يقدم برامج المسؤولية بالإضافة إلى التأثير المباشر على المبيعات في موضوع المسؤولية الاجتماعية خارجية يعني يتأثرون كثير في يساهم في التسويق لهم موضوع المسؤولية الاجتماعية خاصة وأنها هناك الحقيقة يعني لما نطلع على بعض البرامج في المسؤولية الاجتماعية الحقيقة فيه فيه يعني أشياء مبهرة اللي تتخيل فيه الشركات ترعى يعني خلنا أقول لك أحياء كاملة هي المسؤولة عنها يعني خلنا أعطيكها سبيل المثال في الرياض مثلا لو أقول لك إن واحد من الأحياء بيكون برعاية شركة فلانية هي المسؤولة عن رواتب المدرسين والضباط بالاتفاق مع الحكومة موجود هذا شيء؟ موجود خارجية نعم موجود هذا عندنا هنا في سعودية؟ لا 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 في سعودية لا 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 بس أنا أعلمك أنه شيء فوين واصل يعني بس أنا حسب معلوماتي مثلا سابق عندها مركز للابتكار نعم لا لا فيه 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 هذا اللي يندرج ضمن الحديثة تتكلم لا 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 فيه مبادرات عالية المستوى جدا خلني أعطيك على سبيل المثال فيه مركز اسمه مركز التمييز للتوحد قيمته عالية مليونية إذا مني بغلطان ثلاثين أو ثلاث ثلاثين مليون تم كلها ثلاث ثلاثين مليون كل من قطاع البنوك فقط لا غير هي من دعمت هذا المركز هذا المبلغ كامل بقيادة البنك المركز السعودي بالاتفاق مع وزارة الصحة تم إنشاء هذا المركز لاحتياج المجتمع لمركز متخصص في موضوع التوحد ولكن تكلفته عالية فصار الاتفاق مع البنك المركز وزارة الصحة وتم تعميمها على البنوك والحقيقة ساهمت مساهمة كاملة فيه بالإضافة إلى فعلا يعني يوجد مبادرات ذات أهمية كبرى مثليش نبي نذكر أمثلة يمكن أو أشياء اللي فاتت انتباهك يعني خلينا نعطيك على سبيل مثال أحد الشركات الاتصالات تكفلت بإنشاء مراكز صحية في عدد كبيرة من من القرى بعيدة لأساسا ما عندها مراكز صحية فتكفلت في إنشاءها وإدارتها تكون على وزارة الصحة ولكن إنشاءها وتكلفتها وهذا يعني شركة شركة الاتصالات هي من تكفلت فيها وحنا ما تكلم عن مركز أعتقد 30 أو 40 مركز في داخل المملكة العربية السعودية واحدة من الشركات شركة مقاولات ساهمت فيه تنفيذ قطاع أو تنفيذ طرق لمدينة كاملة كل الطرق الغير معبدة أو اللي تحتاج تعبيد أو إعادة تأهيل أو مناطق بعيدة يعني كلها ساهمت فيه إنها تنجز هذا المدينة أنا قدر ما أعرفها الحقيقة لا تحضر لك في شمال المملكة العربية السعودية بالضبط ما أعرف الله الحقيقة جميل هذه المبادرات صراحة يعني هي مباشرة وإيجابية ومثل ما تفضلت يعني فيها تكلفة يعني إذا نتكلم عن هذه المدن أو عن هذه المراكز الصحية بالتأكيد لها تكلفة فهذه تعكس يعني مشاركة الشركات ربما ورد الجميل للمجتمع اللي قاد تربح منه بالتأكيد طيب أيضا إذا ما تحدثنا اليوم عن المتخصصين اليوم في هذا المجال هذا هل اليوم القطاع بحاجة لشركات متخصصة اليوم لدينا مثل مركز لدينا بعض الجهات الأخرى وبعض المتخصصين الأفراد حتى في هذا المجال كيف تشوف حاجة اليوم القطاع لمثل هذه الاستثمارات أخي عطا أنت لمست الجرح في موضوع المسؤولية الاجتماعية هي أنقصنا نقص كبير في الكوادر السعودية المميزة والمؤهلة في برامج المسؤولية الاجتماعية الموجودين يعدون على الأصابع كلنا نعرف بعض في هذا المجال هناك محاولات كثيرة من أجل البحث عن التدريب والتأهيل في موضوع المسؤولية الاجتماعية لكن أنا أعطيك سبب المشكلة سبب مشكلة عدم وجود كوادر مميزة هو عدم وجود جهات تسهم في تأهيل وتدريب الكوادر مخرجات التعليم مخرجات التعليم مهم موجودة يعني تخيل جامعات أو حتى كليات ما في شيء اسمها تخصص مسؤولية الاجتماعية قد يعتبر هذا أو يندرج تحت مسمى الخدمة الاجتماعية مع الخدمة الاجتماعية مختلفة عن المسؤولية الاجتماعية لكن الآن هناك تحول في هذا الموضوع بعض الجامعات استلمت زمام المبادرة وبدأت في عمل دبلومات المسؤولية الاجتماعية لكن برضو تبقى إلى مسائل أخرى عملية الشغف الرغبة في التعلم ليست يعني سنوات الخبرة سنوات الخبرة مدى قدرتك على إيجاد علاقات جيدة حبك لموضوع المسؤولية الاجتماعية بعضهم لا هو يبغي يدخل مجال سببين أما وظيفة لأنه فعلا هو المجال الوظيفي جيد فيه ورائع جدا وأنا دائما أقول للناس اللي ألتقي فيهم يعني فيك تتخصص في المسؤول الاجتماعي هو ستجد وظيفة لكن لازم تتميز عشان أنت تستمر بتميز في هذا المجال و أنا مدري يمكن أعطي سبب من عندي وصراحة يعني حجم القطاع لما أذكر قلت مليار يعني لازال يعتبر صغير أو لا كيف تشوفون لا فعلا وهذا يمكن إذا ما كان نكبر القطاع ما يصير فيه عدد موظفي كثير وبالتالي القطاع يحتاج أكثر إحنا نتكلم عن المليار يعني فيه معادلة إذا سمحت لي أنه أنت تحتاج تكبر القطاع أو لازم عندك موظفين وأحيانا عشان تحتاج موظفين عندهم خبرة لازم تكبر القطاع أولا لذلك أنا أقول لك هذا المليار هي ما يدار في برامج المسؤولية الاجتماعية بعيد عن يعني ما نتكلم عن إنشاء إدارات أو مثلا تكلفة تشغيلية لهذا المليار حسنا نتكلم ما يتم صرفه في برامج المسؤولية الاجتماعية ولكن القطاع فعلا يحتاج إلى مزيد من التحفيز مزيد من الكوادر التدريب والتأهيل في هذا المجال أخي عطاء المسؤولية الاجتماعية مجال المسؤولية الاجتماعية لا زال يحتاج إلى كثير كثير من العمل من الداخل وفي تفاصيله من أجل الوصول إلى الأمال التي تتوقعها المسؤولين أو القادم في البلد أو حتى المهتمين والعارفين بموضوع المسؤولية الاجتماعية بلورت القطاع الغير ربحي بشكل أكبر وشوفنا في رؤية 2030 في توجه كبير لهذا الموضوع مع هيئة الأوقاف مع الهيات والجهات الأخرى المرتبطة بهذا القطاع التنظيم هذا هل أيضا ممكن يكون محفز للمسؤولين الاجتماعية أو لبرامج المسؤولين الاجتماعية؟ نعم جدا الآن تم إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي مركز جديد من أعتقد سنتين إذا ما أنا بغلطان ساهم في حوكمة الجمعيات بشكل أفضل من السابق ساهم في دعمها برؤى وأفكار أفضل من أول كان فيه شوية عشوائية في القطاع الغير ربحي ولكن وجود المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي الحقيقة يعني في حوكمة عالية المستوى على الجمعيات ورقابة شديدة من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي ولكن بالرغم من هذا كله لا زالت المسؤولية الاجتماعية يعني غير مؤطرة أو غير منظمة بالشكل المطلوب في المملكة العربية السعودية ولازلنا نتمنى أنه يعني يتم فعلا لأن كان فيه فكرة أنه يتم إنشاء هيئة للمسؤولية الاجتماعية ولكن يبدو لي أنه تم تأجيل هذه الفكرة في الفترة الحالية لكن أنا أعتقد لو تم وهذه الفكرة كان صاحبتها الدكتورة زينب أبو طالب عضو مجلس الشورى وصاحبت فكرة إيجاد هيئة المسؤولية الاجتماعية من أجل تنظيم هذا الموضوع طيب بالنسبة للقطاع اليوم كيف تشوف أنت مستقبل في الفترة الجاية عندنا الرؤية يعني واضحة في سعيها لنقلة كثير من القطاعات تحقيق نقلات إيجابية القطاع اليوم وين نشوف مستقبل في الفترة الجاية ونسبة النمو السنوية خلو نقول فيه الحالية وين ممكن نوصل بعدين السعودية زي ما قلتك تقدمت ست مراتب عالمية في موضوع المسؤولية الاجتماعية وهذا أول شيء رائع جدا بالنسبة لنا ومبهج ومحفز بالإضافة إلى أن مجلس الوزراء أقر أنا أسميها عيد بالنسبة لنا لما تم إقرار يوم 23 مارش هو يوما للمسؤولية الاجتماعية في السعودية طبعا اليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية هو 25 مارش ولكن في السعودية حيكون 23 مارش لك تتخيل أنه يعني كل الفعاليات أو البرامج المهمة في الحياة بشكل عالمي كلها يوم الأب يوم الأم يوم المعلم يوم العالمي الإعاقة الأيتام فلك تتخيل أنه مجلس الوزراء أقر في السعودية يوم للمسؤولية الاجتماعية الحقيقة كان هذا يعني داعم جدا لنا ويعني عشنا في فرح وسرور بسبب هذا القرار هناك توجه جدا مميز ورائع في دعم المسؤولية الاجتماعية وتقدمها في المملكة العربية السعودية خلال خمس سنوات قادمة ستختلف المسؤولية الاجتماعية بشكل قوي جدا بإذن الله وقد نكون من الدول الأوائل في هذا المجلس كيف؟ وش ملامح هذه؟ ملامحها هو شيء الاهتمام من القيادة العليا في المملكة العربية السعودية مهتمين جدا ببرامج المسؤولية الاجتماعية بالإضافة إلى مجتمع نؤمن في موضوع الدعم والبحث عن الخير ونحن من الدول التي تصرف بشكل كبير في موضوع تنمية المجتمع من عمل خيري من منطلق ديني ومنطلق اجتماعي ومنطلق حتى داخري لكل إنسان وجود رجال أعمال الدعمين المحبين للخير ولكن زي ما قلنا المشكلة تكمن في تحويل هذه المبالغ المالية إلى برامج مستدامة في المسؤولية الاجتماعية هذا الفرق فقط في حال أديرت بشكل جيد وكان فيه كوادر قادرة على إيجاد منظومة برامج مسؤولية بتغير الموضوع إلى الأفضل لكن بشكل عام برؤية عامة نحن في المملكة العربية السعودية نسير بسرعة أستاذ إبراهيم بن ناصر المعطش الرئيس تنفيذي المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية شكرا على وقتك ألف شكر لكم على هذا الوقت الذي منحتونا أن نتحدث عن المسؤولية الاجتماعية وإن شاء الله نأمل أنه وإياكم في المستقبل القريب تكون المسؤولية الاجتماعية على قدر المأمول بإذن الله إن شاء الله شكرا لك وأنتم أيضا مشاهدين شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة